اكد سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز أن مملكة البحرين وفي إطار توجيهات ورؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى يده الله ورعاه تحرص على الدوام في تطوير العلاقات المميزة مع مختلف القطاعات والشركات النفطية وبيّن سموه اهتماما ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله جاء ذلك خلال اجتماع سموه مع سيد كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية وسيد أليساندرو بوليتي مدير العمليات التنفيذي بالشركة بحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز وأوضح سموه شيخ ناصر بن حمد الخليفة أن الشركة القابضة للنفط والغاز تسعى دائما لتحقيق الاستفادة المثلى من كافة العلاقات القائمة مع مختلف الشركات العالمية في النفط والغاز من أجل تسخير هذا المورد الحيوي ومواصلة خدمة التنمية وتعزيزها واستدامتها بما فيه خير الوطن والمواطن من جانبه أعرب السيد كلاوديو ديسكالزي عن شكره وتقديره إلى سموه شيخ ناصر بن حمد الخليفة على جهود سموه البارزة في مواصلة التعاون وتحقيق كامل الأهداف بين الشركتين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر